السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي قطر الندى كانت منها تكونوا بألف خير وصحة قبل ما بدا كانت منها ما تبخلوش عليها بلايك واتطغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس بشوث لكم كل جديد اليوم ان شاء الله سنتكلموا على مشكلة كبيرة كتعاني منه كثير من البنات وهو تعثير في الزواج او عدب اتمامه ولي الاسباب دياله كثير منها العارض او المس الشيطاني او العين او كيفما كان قوله الرزق وكلها اسباب الحل ديالها كيكمن في حل واحد وهو كتاب الله واللي كان طمحيتنا بطريقة كتناسب مع احتياجاتنا لذلك فقد خاص الله سبحانه وتعالى ايات معينة بجملة من الصفات والخصائص اللي كتميزها عن باقي الايات واجعل من قرأتها اجر ومنفع ومن هذه الايات ايات الكرسي واصرارها العظيمة فايات الكرسي يعني كتجلب المحبة والهيبة بين الناس وقد قرب القلوب لذلك فهي السر العظيم لقبول والتيسير للمقبلين على الزواج كيف مورد ان اللي دوم على قراءتها فكيف تحليط الله ابوه بالخير والمحبة والطاعة كما انها هي المنجي الاول من الشياطين والوساوس ومرضة الانس والجن واللي كتكون سبب في تعطيل الزواج او عدم اتمامه من طول شاريكم من الدو بالطريقة قراءة المدينة لما الشكل واللي متوفره عند الناس اللي يبيعوا مصحف او كتب الدين قراء عليها ايات الكرسي ونحن نقرب الفم دينا من الماء قراء عليها ايات الكرسي سبعة مرات او 21 مرات او 70 مرات كل واحد على حسب الطاقة القدرة وهذه الاعداد فيها سر كبير سوف نترقل ان شاء الله في فيديوهات قادمة نقرأ عليها الايات وبالخصوص من رأى الفجر يعني سيكون من الاحسن من رأى الصلاة الفجر وندهنه به الوجه دينا مع الصباح وقبل ما نشوفه او نشوفنا اي شخص ولو يكونوا حتى الوليدين وكتشرب سبعة دي الجغيمات على الراق وكتدهني الوجه ديلك يعني كتدهني شوية ديال ما فيديك وكتدهني عادي الوجه ديالك مدة ديال سبعة ايام واللي يقدر فكيدهم على هالطريقة مدة اربعين يوم كيكون احسن فبإذن الله البنات غادي تشوفوا العجب العجاب والمعجزة الالهية في التيسير والقبول سبحان الله العظيم في جميع الامور انا شغل في الزواج يعني في الزواج والصفاء خاصة اما في جميع في العامل يعني في الحياة في الحياة اليومية ديالنا فغادي تشوفوا العجب العجب من تيسير ومن القبول ومن الهيبة سبحان الله العظيم بين الناس وان شاء الله يا ربي ما تبخلوش عليها بالاختراحات ديالكم وبالتعليقات ديالكم واللي يجرب له اسم ان شاء الله هيرتالي ان شاء الله وبشرني بالخير وكنتمنى الفيديو كنا لإعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله